قبل أيام صار حادث مؤسف وغريب جداً في ميدان الرماية وأول مرة يصير قدامي حادث كان قد يؤدي بحياة الرجال هذا إلى الموت وش صار؟ زارنا ضيف في ميدان الرماية وجاي برصاصه وذخيرته معه ويبي يرمي عادثاً إذا جاء رامي جديد ولا عرفي جراءاته للسلامة وانضباطه بها أخذ مسافة عن الميدان وأثناء ما أنا ما أخذ المسافة عن الميدان وأثناء صوت الرماية تغير الصوت وصار صوت الشباب سلامات 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 التفت أشوفه شطاير الرجال والضيف الجديد على الأرض مسدسه متكسر ماسك يده وفيه دم انفجر المسدس وكان سبب انفجار هذا المسدس هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم فخلونا نبدأ هل فعلاً أن سوء تخزين الرصاص قد يؤدي بحياتك أو حياة أحد آخر للموت؟ هل الرصاص صلاحية أو عمر قد تنتهي؟ ووش هي الطريقة المناسبة للتخزين؟ وكيف الجيوش حول العالم تخزن الرصاص لعشرات السنين؟ ووش هو العدو الحقيقي اللي يجب أن نحمي الرصاص منه أثناء التخزين؟ وفي الأخير أبعلمك وش هو أقدم رصاص رميت به عمره يصل إلى مئة سنة مشغلو زي الحلاوة الرصاصة فيها جزئين مهمين يجب أن تحميها وتحافظ عليها الجزء المعدني الظاهر والجزء الكيميائي في الداخل تحمي هذه الجزئين من عدوين شريسين اثنين هلا وهما الرطوبة والحرارة وش ممكن يصير للرصاصة إذا تعرضت للرطوبة أو الحرارة؟ أولاً إذا تعرضت الرصاصة للرطوبة فهي تؤثر على المكونين اللي موجودة فيها المعدن والمادة الكيميائية اللي داخل أو الباروت المعدن من الخارج قد يؤدي إلى التأكسد وهذا اللي صار مع خوينا في قصته في بداية الحلقة الرصاص سليم ما في شيء يرمي إلا أن الرصاص كان أخضر الحاس إذا تأكسد يتحول إلى اللون الأخضر واللون الأخضر والأكسدة تؤدي إلى انحشار الطلقة في بيت النار أو ثبات المقذوف في الفارغ فيقوم المقذوف ما يطلع أثناء الرماية فإذا رميت ما يتحرك الفارغ فينفجر السلاح فيك وهي أحد الاحتمالات اللي تصير بسبب الرطوبة أو أن الرطوبة قد تؤدي إلى بطء اشتعال الصاعق أو البارود فيؤدي إلى وفاة أحد ثاني شلون رميت الرصاصة طق رمى ما انفجرت ثم تفتح تناظر تشوف المسدس ليش ما رمى ثم تشتع المتأخرة وترمي نفسك أو تلف بالسلاح تبتشوفش فيه وترمي غيرك فهذا التأثير الناتج من الرطوبة أما التأثير الناتج من الحرارة فيكون مشابه في التأثير على عمر وصلاحية البارود أيضا التأخر في الرماية أو التعطل أو عدم خروج الطلقة قد يؤدي بحياة المستخدم السلاح إذا كان محتاجة في معركة أو موقف خطر جدا مسدس ماثار بسبب سوء تخزين الرصاص لذلك هذا الضرر الناتج من الحرارة أو الرطوبة هي استلزم نصائح بسيطة جدا لتخزين الرصاص بأفضل طريقة ممكن هو أقل سعر ممكن بعض الناس تكلفوا في تخزين الرصاص وبالغوا في تخزين الرصاص بطريقة ما لها أي حاجة أو داعي النصيحة الأولى تخزن سلاحك ورصاصك في مكان معزول من الهواء مثل شناط هذه أو شناط هذه هذه شناط فيها ربلات حماية تحمي السلاح وتعزله عن الهواء لذلك إذا كان الجو رطب في الخارج فأنت تحميه بالعلب هذه لكن هل أنت في حاجة أنك تشتري علب خاصة لتخزين الرصاص الجواب لا تقدر تستعيض عن العلب هذه المكلفاء الغالية في علب الطبخ العادية اللي تجي فيها ربلة تقدر تخزن فيها تأخذك واحدة كبيرة أهم شيء موجود فيها ربلة وتخزنها عزلت عن الهواء الآن وش يحتاج أنك تسوي يحتاج أنك تضيف معه شيء يسمى السيليكا جل هذه السيليكا جل هي ظروف الصغيرة التي تجي تلقاها موجودة مع الجلديات مع نعان الله يكرمكم موجودة مع كثير من المنتجات وهي عبارة عن مادة كيميائية تمتص الرطوبة إلا أن في خطأ يسوونها الناس يأخذ السيليكا جل زي ما هي ويحطها علشان تسحب الرطوبة من منطقي نتسحب الرطوبة إذا كانت غرقانة رطوبة شلو نعرف أنها كان غرقانة رطوبة إذا كانت مستخدمة قبل لذلك قبل ما تحطها السيليكا جل داخل العلبة أو داخل الخزنة حطها في الفرن ومدة ثلاث أربع دقائق على يعني مفي النر حطها في مكان حار عشان تتبخر الرطوبة لداخلها ثم نخذها ويحارة وانطلها في العلبة وقفل طيب قفلت عليها الحين هل أرجع أفتحاك لما جيت أستخدم لا 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 انتبه الفتح والإغلاق عدة مرات يبقى يؤدي إلى دخول رطوبة مرة ثانية فأنت منتب في حاجة أنك تفتحها اكتب عليها وهذه النصيحة الثالثة اكتب عليها واشنوع الرصاص وقفل لذلك إذا كتبت عليها فهذا يغنيك عن الحاجة عن فتح العلبة في كل مرة ويدخال هواء جديد محمل بالرطوبة فالكتابة هي النصيحة الثالثة هو المهمة جدا عن ما تحتويه العلبة أو خزنة كبيرة فكل مرة تفتح تبت تضطرن تدخل الهواء جديد وهذا يؤدي إلى المزيد من تعريض الرصاص إلى الهواء الرطوب اللي قد يؤدي إلى الصداء والأكسدة ويزيد هذا الاحتمال عندما تكون في مناطق ساحلية ومناطق فيها رطوبة أو عندك مكيف صحراوي الشباب اللي عندهم مكيفات صحراوية انتبهوا لأسلحتكم وانتبهوا الرصاصكم ترى مكيف صحراوي يزيد الرطوبة بشكل عالي جدا النصيحة الرابعة وين تخزنها العلب ما يصرح أنك تأخذ العلب هذه وتحطها فوقف السطح تحت الشمس لأنك يجب أن تحمي هذه العلب من عدة عوامل أو أربع عوامل تحميها من اللهب لا قدر الله أنها تشب تحميها من الحرارة المباشرة الشمس إذا طقتها بتخرب الرصاص عليك وتحميها أيضا من الأطفال ما تبي بزر يفتح الرصاص ويعبه ويحطها في النار وينفجر لأسير شيء ويحميها أخيرا من الرطوبة لأن العلب نفسها قد تكون علب معدنية صدي ثم تنفتح ثم تدخل الرطوبة داخلها وقبل ما أخلص المصائح الأربع الأساسية هذه بعض الناس يروح يستخدم الفاكيوم أو مكينة شط الهواء ويخزن الرصاص فيها ثم يحطها داخل علبة هنا أشوفها نوع من التكلف اللي ما لا داعي إذا أنت بتستخدم الفاكيوم أو سحب الهواتر لا يحتاج حطها في علبة خلاص خلها في الرف وخلها عادي وهذه العملية الشاقة فأنت نفس الشيء إذا فكيت الفاكيوم تتعرض كل رصاصك إلى الرطوبة مرة ثانية فإشكالية لذلك العلب أصح وأحسن من الفاكيوم إذا أنت ملزم على الفاكيوم حاول أن تصغر مجموعات الرصاص يعني تحط كل دستتين ثلاث في مجموعة حالها والله يعينك على التال هذه النصائح الأربع الأساسية للتخزين فيه نصائح للاستخدام وش تستخدم وشلون تستخدم من الرصاص المخزن فيه قاعدة عند أهل اللوجستيك و أهل المخازن تسمى فيفو فرست إن فرست آوت يعني أن أقدم رصاص خزنته هو أول رصاص تستخدمه مو بتروح اللي توق مخزنه اليوم تروح تستخدمه بكرة لا أبد بالقديم التخزين القديم الشيء الثاني فكيت العلبة جيت تستخدم الرصاص شيك عليه لا تستخدم الرصاص اللي فيه آثار صدع آثار انعواج آثار تغير لون أي نوع من أنواع التأثر عن الرصاص العادي الرصاص وتشوفها جديدا نظيفة استخدمها الرصاص اللي فيه أي عامل من عوامل التأثر من الرطوبة أو تسرب الكيميائي أو أي شيء صاير أو أنه جاء عليها مادة ثانية احذر منه لا تستخدم طيب سائل يسأل اليوم هل أخزن الرصاص في مخازنه أو في أمشاط ولا أخزنه في بكتاته أو في علبه شف الكاراتين ترى مادة سيئة جدا تمتص الرطوبة لذلك التخزين في الكاراتين الحالة مباشرة ترى خطيح تجنب بعض الناس يقول أنا أخزن المخازن يصار اللي عنده مخازن أوجد وهذا شيء نادر عندنا يخزن المخازن الحال واللي على بالحال فتشغل مساحة كبيرة مخازن رصاص فصارت خذت مكان كبير بعضهم يقول أوفر علي المكان والمساحة هذه لأنه يخزن الرصاص جوه مخازنه وهذا يوفر عليك الوقت التعبئة إذا حتجت روح الميدان ويوفر عليك المساحة طيب السؤال الآن ما هي صلاحية الرصاص هل الرصاص له صلاحية وشلف لايفي تنتهي مثل الجبون المكتوب عليه تاريخ انتهاء فعليا لا على الأقل حياتك بتخلص قبل ما تخلص حياة الرصاص لأن فيه أنواع رصاص عمرها 100 سنة مخزنة بطريقة جيدة ثرمي زي الحلاوة أنا رامي رصاص بلجيك عم من 1940 يعني عمره تقريبا 95-85 سنة وزي الحلاوة ودقيق وكويس فيه رصاص أقدم يستخدمونها كثير من الناس إذا لقيتها ترمي مخزن كويس ترميبا ما عندك إشكال فلذلك ما راح يكون فيه صلاحية إذا خزنت تخزين جيد آخر سؤال هل أشتري كميات كبيرة من الرصاص وأخزنها ولا أشتري طازج وأستخدمها فعليا هذا يعود لك أنت وتقديرك للموقف مثلا اليوم في منصة الصيد والسقور معروض 300 بلاكاوت وبيوقف فهل تشتري حد المسموح الأقصى وتخزنه أو أنه ممكن يختفي في يوم مع التلقاء مرة ثانية أو لقيت عرض كويس على رصاص فمثلا نزلت تزاستهم 100 ريال لقيتها 50 ريال عرض مدة محدودة وتبي تستغلها العرض وتشتريه ففعليا الأفضل أنك ما تشتريه وتخليه عندهم علشان إذا شرأت منه وصار مو بكويس ترجع له إلا في حالة أنه فيه سبب يدعوك أنك تشتري وتخز نحن في بلاد آمنة ما نحتاج أن نشتري كميات رصاصة ونخزنها فخذ قدر حاجة كوستهلاكك لتمرين رماية ساعة صدر وسلام عليكم الله وبركاته